بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هتكلم مع حضرتكو عن أفضل 3 بدائل للشهادات اللي هي طويلة الأجل اللي هي الثلاث سنوات اللي احنا شايفينها دلوقتي وبعائد أعلى ومدة قصيرة أقل شيء 3 شهور وأقصى شيء سنة ومن غير ما تربط حضرتك فلوسك وكمان هتقدر تحصل على عائد محترم جدا جدا بيناسب يعني بيقارب بالشهادات ويمكن أفضل منها كمان طبعا كلنا عارفين الشهادات اللي صدرت من البنك الأهلي وبنك مصر وشهادات تانية كتير كل الناس يعني قصة عندهم مش كمان في العائد قد ما هي مدة الشهادة الناس كلها شايفة أن الفترة القادمة فترة اضطراب شوية تعويم ورفع الأسعار الفيدة وتضخم مرتفع وحاجات تانية كتيرة جدا ويقارات فيدرال الأمريكي ويقارات تانية كتيرة جدا ممكن تتحكم في الأيام القادمة في أنه نشوف شهادات أعلى شوية فالناس مش حبة أنه هي تحط فلوسها في شهادات ثلاث سنوات وكمان طبعا عمولة الاسترداد أو مصاريف كسر الشهادة بتكسل أي حد عن أنه يعمل شهادة ثلاث سنوات أو مدة طويلة زمان كانت الناس بتحب المدد الطويلة عشان العائد كان بيبقى عالي وما فيش حاجة سماعة تضخم بيأكل فلوسنا فإحنا بنحب ننجو بفلوسنا مدة قليلة وقصيرة النهاردة أقول لحضراتكم عن كل طريقة منهم ومميزاتها وفي النهاية أقول لحضرتك إيه أفضل طريقة فيهم وموجودة فين دلوقتي أول طريقة وأول اختيار هي حسابات التوفير وطبعا هنا الميزة إنه حضرتك تقدر توضع فلوسك وتسحب في أي وقت وفلوس حضرتك مش مربوطة بمدة معينة زي الشهادات وكمان ما فيش حاجة اسمها لما أجي أسترد فلوسي أخسر ولا جنيه واحد بس من الفايدة الناس كانت مش بتلجأ ليه حسابات التوفير لأنه العائد عليها كان مبينة اربعة في المية خمسة في المية ستة في المية بالكتير جدا لكن دلوقتي وفيه سباق البنوق الحالي الموضوع تغير تماما وبدأنا نشوف حسابات توفير تقترب وتتفوق على الشهادات في العائد والمميزات طبعا تقدر في أي وقت تسحب فلوس حضرتك وتقفل الحساب والنقطة الوحيدة اللي لازم تكون حضرتك هنا عارفها إنه عائد حساب التوفير مرتبط فقط بالفايدة في البنك المركزي بمعنى إنه لو نخفضت أسعار الفايدة هتنخفض الفايدة على حسابات التوفير ولو زادت كما هو متوقع في الاجتماعات القادمة هتزيد أسعار الفايدة عليه يعني الموضوع مرتبط بكوريدور البنك المركزي أو بأسعار الفايدة في البنك المركزي ده كده معلومة كان لازم أقولها لحضراتكم في الأول قبل ما أقول لحضراتكم المميزات والمواصفات دعوا بقى نشوف أول حساب معنا لشان إحنا معنا أكتر من حساب الحساب الأول معنا هو طبعا أمياز حساب موجود وأفضل طريقة استثمار موجودة دلوقتي في البنك العرب الأفريقي في حساب جولدين بلس بيدي لحضرتك 18% شهري و20% سنوي يعني لو حضرتك هتصرف العائد سنويا يبقى 20% لو حضرتك هتصرف العائد شهريا يبقى 18% الحد الأدنى لشراء اللي أنه حضرتك يحتسب لك العائد 50 ألف جنيه لكن الحد الأدنى لأنه تفتح الحساب عادي تقدر تفتحه من أول ألف جنيه بمعنى أنه حضرتك لو مش في الحساب 50 ألف جنيه مش هتاخد الثمانتاشر في المائة والعشرين في المائة المتفق عليها هيتعامل كحساب عادي خالص ومش هيبقى فيه عليه فايدة المصروفات الشهرية على الحساب 15 جنيه لكن مصروفات فتح الحساب لأول مرة 50 جنيه اتكلمنا كتير جدا عن حساب البنك العرب الأفريقي فيه حلقات تانية كتيرة في الحلقات الماضية لكن دلوقتي هكمل مع حضرتكو الحلقة عن الحسابات الأخرى عندنا حساب في البنك الأهلي Q&B بشرائح مختلفة ولكن أعتقد بتبدأ أول شريحة من 14% وبتزيد مع الشرائح يعني كل ما المبلغ بيزيد بتدخل في شريحة أعلى وبتاخد عائد أعلى لحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه ومضعفاته ده كده الاختيار الأول معنا الاختيار الثاني معنا وهو طبعا أزون الخزانة وطبعا شفنا في الفترة الماضية الإقبال على أزون الخزانة كان مرتفع جدا وللي ما يعرفش إيه هي أزون الخزانة أو أول مرة تكون حضرتك بتشوفنا هي أدوات دين بيصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية وبكده تكون مضمونة من 3 جهات أكتر من 100% لأنها بتكون مضمونة من البنك المركزي ومن وزارة المالية ومن البنك اللي حضرتك بتشتري منه بمعنى أنه أزون الخزانة 0 مخاطر هتقدر حضرتك تشتريها من البنك فقط يوم الأحد والخميس وبتكون المدة عليها 3 شهور 6 شهور 9 شهور وسنة وطبعا رفع الفايدة في البنك المركزي بيتم بعده رفع الفايدة على أزون الخزانة الحد الأدنى للشراء 25 ألف جنيه قيمة السق الواحد فترة بنشوف طرح ولكن كل فترة بنقول لحضرتك على نتيجة الطرح الأخير هقول لحضرتك دلوقتي على نتيجة الطرح الأخير للأربع مدد من أزون الخزانة الطرح الأخير كانت مدة 3 شهور وصل فيها العائد 21.511% ومدة 6 شهور وصل العائد عليها 23.55% مدة 9 شهور وصل عليها العائد 23.471% ومدة السنة وصل عليها العائد 23.491% بمعنى أنه مدة 3 شهور تقريبا 21.5% والستة الشهور وقت 23.4% والتسعة شهور تقريبا 23 وما يقترب من النص والسنة 23 تقريبا ونص وفي هنا معلومتين لازم حضرتك تكون عارفهم عن أزون الخزانة لو أول مرة بتسمع عنها أول حاجة أنه حضرتك لما بتروح تشتري أزون الخزانة بتاخد عليها العائد مقدما بمعنى أنه لو مثلا حضرتك أخدت 100 ألف جنيه وكان العائد عليها 10 و20 أيا كان سيء أي مبلغ بتاخد المبلغ ده في إيد حضرتك فورا مقدما ودي طبعا ميزة الميزة هو أنه أنا هنا بقدر أعيد استثمار العائد مرة أخرى لو أنا مش بحتاج العائد يبقى ممكن أشتري به دهب أو أي سلعة أخرى أو أي شيء وبعيد استثماره تاني وبكون كسبته ضعيفة قيمة أموالي الحاجة التانية هو أنه حضرتك بيتخصم على العائد 20% ضريبة لازم تخلي بال حضرتك 20% دي ممكن تقولها لحد يقولها لحضرتك مبهمة فتتخيل أنه أنا لو بحط 100 ألف جنيه بيتخصم مني 20 ألف جنيه لأ العشرين في المية دي من قيمة العائد يعني لو أنا هاخد عشر تلاف جنيه أو هاخد عشرين ألف جنيه لو هاخد خمسين ألف جنيه أي أن كان على حسب المبلغ اللي حضرتك هتشتري به صفوك أو اللي حضرتك هتشتري به أزون خزانة يبقى حضرتك لازم تكون عارف أنه العائد بيتحسب على الفايدة اللي حضرتك أخدتها يتخصم منه 20% ولكن لا يخصم مني وأنا بستلم العائد بتاعي مقدما بيتحسب مني في نهاية المدة وده طبعا أوبشن أنه بيديني العائد كامل كله وأنا أقدر أعيد استثماره في أي شيء تاني المعلومة الثالثة اللي نازم حضرتك تكون عارفها لو حضرتك ارتضيت أنه تشتري أزون الخزانة بتروح يوم الأحد والخميس فقط لأنه ده بيكون السوق بتاع البنك اللي حضرتك بيتممكن تشتري منه موجودة في حوالي 14 بنك في مصر موجود في البنك الأهلي وبنك مصر دول أكتر بنكين هممكن تكون حضرتك مرتبط بيهم وكمان بتروح يوم الأحد والخميس فقط قبل الساعة 10 صباحا ده كده السوق الأولي السوق السانوي بيكون أي يوم في الأسبوع ولكن كده بيكون البنك اشترى الأزون وبدأ يباحها لحضرتك يعني بيكون ليه عمولة وممكن يكون عدة من وقتها شهر ولا اتنين على حسب ما وقت حضرتك روح تتشتريها فالأفضل أنه حضرتك تلحق يوم الأحد والخميس السوق الأولي ولازم تكون حضرتك محدد المدة اللي هتشتريها لأنه لو هتشتري مدة التلات شهور والتسع شهور هتروح يوم الأحد ولو هتشتري مدة الست شهور والسنة هتروح يوم الخميس ده كده كل اللي يخص البديل التاني وهو أزون الخزانة البديل التالت عندنا وهو شهادة العام الواحد فقط ودي أقل مدة زمنية للشهادات في مصر واللي هي الشهادة الوحيدة اللي موجودة في القطاع المصرفي كله مدة سنة أو 12 شهر لأنه يعني فيه ناس كتيرة جدا بتدور على حكاية السنة دي أو المدة القصيرة في الشهادة علشان خاطر يبقى ضامن فلوسه كم شهر وهيرجع ياخد فلوسه تاني ويقدر يتحرك لو فيه إصدار لو تم إصدار أي شهادات جديدة الشهادة دي الوحيدة اللي موجودة في القطاع المصرفي مدة سنة وهي موجودة والعائد عليها ثابت مش متغير وهي موجودة في البنك الأهلي فقط اسمها شهادة الاستثمار به ذات العائد السابت لمدة عائد الحد الأدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها والعائد على الشهادة وبعد الزيادة وصل 11% سنويا وده طبعا عائد قليل جدا لكن أنا بدور على حاجة أقدر أحط فيها فلوسي وأقدر أسحب فلوسي بسرعة في حال إصدار أي شهادة جديدة في الشهور القادمة طيب ممكن تسألني أفضل حاجة لحضرتك لو حضرتك محتاج أنه تعمل حاجة من الثلاث بداية لدول هقول لحضرتك لو بتحتاج العائد شهري يبقى طبعا حسابات التوفير هي أفضل اختيار لحضرتك وأفضل واحد فيهم هو حساب جولدن بلاص اللي العائد عليه 18% شهريا والعائد بينزل لحضرتك كل شهر بمجرد ما يعدي على الفلوس 30 يوم كاملين في الحساب من تاريخ الإداع لكن لو حضرتك مش بتحتاج العائد شهري هيكون أزون الخزانة أفضل اختيار لحضرتك عشان هتاخد العائد مقدما وهتقدر تستثمر سواء يعني تقدر تستثمر العائد بتاع حضرتك في دهب في سرعة أخرى لو حضرتك تاجر هتقدر يعني ممكن أنه تشتري بها شهادة لو المبلغ كبير ممكن تشتري بها شهادة تانية ويبقى أنت كده حضرتك ما ربطتش المبلغ الأساسي وتقعد منتظر أي شهادة تانية تقدر تتصرف في فلوس حضرتك بكده أقدمت لحضرتك أفضل بداء الموجودة للشهادات وأنا مش هربط فلوسي إلا في الشهادة ليه السنة واحدة ومدة السنة مش كتير يعني أقدر أتصرف في الأيام القادمة